ويبدو أن الأمور ماضية بالاتجاه الصحيح ماضية بالاتجاه السليم لكن يبدو العمل سلحفاتي إنجاز الوصف ولا ليش ما نهي المشاريع وروح نقعد إلى الجانب التركي ويبدأ العمل هذا اللي صار هناك ذكرت لك هناك اجتماع اجتماع الأول حصل بشهر السادس وتم الاتفاق على أن يكون الاجتماع الثاني بشهر العاشر بعد أربعة تشهر وهذا الاجتماع رح يكون دوري كل أربعة تشهر رح يكون اجتماع يعني ثلاث مرات بالسنة سير اجتماع لتبادل الخبرات تبادل المعلومات ولتقييم ما تم تنفيذه خلال الأربعة أشهر الماضية والاتفاق على ما سيتم تنفيذه للأشهر اللاحقة ملتزمة تركيا بهذه الاتفاقية وبتعهداتها يعني شوفوا العلاقة مع تركيا تخاضع لأمرين مهمة المصالح المشتركة والجغرافية المشتركة من مصلحة الدولة التركية أنه مصالح عراق تكون محفوظة وآمنة لسبب هناك ضمن يعني ملف المياه هو ملف أمن قومي عالي الحساسية ملف بجانب اقتصادي جانب سياسي جانب أمني جانب فني جانب اجتماعي جانب أخلاقي جانب كل هذه جانب مجتمع وبالتالي أصبح يعني سابقا نشوف ساذ علي ليش الموضوع اختلف بهذه الحكومة كل الحكومات السابقة حتى على مستوى من هذا الميك الآن كان ملف المياه هو دارا القبلي أما من دارة الماء أو وزارة الرأي أو وزارة الماء المائية فنيا ووزارة الخارجية دولوانسيا فقط فهو الملف كان عبارة عن ملف دولوانسي فني هذه الحكومة نقلت هذا الملف بعيدا نقلت نقلة استراتيجية ونوعية سيشار لها بعد سنوات ما تظر النتائج واضح هذه النقلة هي أنه حول بالملف ملف سيادي بالمناسبة هذا الملف هو نعم يعني معالي رئيسة المشترين يعني هو رئيس اللجنة العليا لكن هو باشتراف دولة الرئيس وكل وزارة أصبح دولة المتب بالمناسبة سابقا كان موضوع المياه مرتبط فقط بالموارد الماياه لا يجد قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي الصناعي الزراعي البيئي كلها مرتبطة بالمياه وبالتالي ضرورة أنه يكون موثم كل وزارات هذا الأمر الأول واضح يكون ملف الأمن المائي هو أحد أعلى درجات الملف الأمن القومي باهتماما أكيد هذا الموضوع سيصبح